خوزي أندريا أشهر الطباخين الأمريكيين من أصول اللاتينية في الولايات المتحدة يوزع بيده يومياً ألاف الوجبات الخفيفة للمتظاهرين في العاصمة واشنطن جهود خوزي هي جزء بسيط من تنظيم التظاهرات السلمية التي تساعد في ترتيبها جهات مستقلة ومدنية عدة أنا أنضم للمتظاهرين تضامناً مني مع ما يقومون به أغلب من نراهم هنا هم أناس طيبون ويحبون بلدهم ولكن الإعلام أحياناً يركز على إضرام النيران أو السرقة علينا أن نعلم بأننا جميعاً يجب أن نكون غاضبين لما يحصل من قتل لذوي البشرة السمراء وعلينا أن نتفهم ما يمرون به وفاة جورج فلويد في مينيابلس على يد أحد أفراد شرطتها كانت نقطة فاصلة بالنسبة لمنظمي هذه التظاهرات حيث يقولون أن الصمت لم يعد حلاً لما يحصل الكثير من الناس ينظرون حولهم ويقولون ليس هذا هو البلد الذي أريد العيش فيه لا أريد أن أكون جزءاً من مجتمع يسمح بقتل السود غير المسلحين كل يوم على أيدي الشرطة ولا أريد مجتمعاً يمكن أن يصاب فيه الناس بالآلاف بفيروس دون وجود استجابة حكومية حقيقية تنظيم التظاهرات يشهد تنسيقاً حول أماكن ومواعيد خروجها وفي أحيان عدة يحصل هذا التنظيم بتنسيق مع الجهات الرسمية المحلية لتأمين خط سير التظاهرة وتجنب خروج أي جماعات مخربة قد تستغل الأجواء الديمقراطية نحن مجموعة مستقلة نظمنا أنفسنا لكي نساعد المتظاهرين وندعمهم في ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم نوفر لهم هنا كل شيء من طعام وماء بل وحتى الكمامات وشواحن الهواتف لن نتحرك من هنا حتى انتهاء التظاهرات منذ أكثر من أسبوع لا تزال واشنطن ومدن أخرى مزدحمة بالمتظاهرين المطالبين بتحقيق العدالة والمساواة وإنهاء العنصرية والكرهية في البلاد حسب تعبيرهم علي زبيدي الحرة واشنطن